أخد رأي حضرتك مباراة سولوفينيا كانت قديمة مباراة مهمة عشان تضع كمان مصر من دم التمانية الكبار في كاس العالم للكورتلياد طبعا في البداية بمبارك طبعا للشعب المصري بصفة عامة وبمبارك لمنظومة كورتلياد بصفة خاصة إن احنا قدرنا نوصل دول التمانية ونحق طبعا ينجزل السقفة محنا طبعا أكبر من كده بس مباراة مهمة جدا مباراة سولوفينيا لو جئنا تكلمنا عن مباراة سولوفينيا زي ما تكلمنا قبل كده سولوفينيا هي من الفرقة المصنفة تصنيف أول فرقة تمتلك من العناصر المحترفين في أقوى الدوريات في أوروبا طبعا ماتشا كان صعب جدا يمكن احنا شوية في الأول كان عندنا سوء توفيق شوية في بداية الشوت الأولاني ولكن ده طلعنا منه أنا من وجهة نظر طلعنا منه بإيجابيات مهمة جدا يعني يعني احنا المباراة في البداية كان فيه سوء توفيق دي حالك لو حسبناها هلاقيها دي من ضمن الإيجابيات اللي حصلت احنا لو بدأنا هتلاقي محمد مضوح حاشم أخفق في كرة في ديئة سبعة في تصول من أحمد هشان في أول مباراة أحمد لحمر كورا فابتدى الرتم المباراة انت مش بتحكي في رتم مباراة وده أول مباراة لو جينا بس هنا مباراة اللي فاتت هتلاقي كل المباراة احنا بننهي المباراة من أول مثلا ديئة عشر إلى ديئة خمستاشر سبعتاشر بنركب المباراة بلغة الرياضة يعني وخلاص انت بتلعب بقى ريحية بدون ضغوط لكن انت مع الاخفاقات دي ابتدت طبعا مش هقول فيه فقدان للثقة اللي عيبها ابتدت تجمل موقف جديد عليهم يعتبر موقف جديد موقف جديد ولازم أشيد برضو خليب أحلاك من ضمن الأخطاء اللي كان بتحصل دي أو عدم التوفيق اللي كان بيحصل كتحراص المرمى بتتصدى بتخش جوه المباراة تاني يمكن شوفنا لما كمان دخلنا في شوت التاني ودي كانت نقطة مهمة جدا جدا في ديئة خمسة تقريبا لما اضطرت من فريد سولوفينيا لاعب يدرنا نستغل النقص العديد ده يدرنا نحرز تلت أهداف متدالية الفرق نزل من أربع هداف لهدف وده كان بداية الثقة بتاعتنا ان انت تخش في المباراة ان المباراة ريبة اللعيبة زالت ثقة عالية جدا انت قد يقتلوا لغاية لآخر وحداك زي ما شفت كان انت بتلاقي فرقة لا بصراحة انا يمكن من المرات العديدة جدا في بطولة عالم اشوف كمية شرطات القطعت في المباراة سوى أحمد الأحمر عاليزين كان مرة يعني ده بيدل على شراص الدفاع وقوة دفاعية بالضبط كانت مباراة قوية جدا